بشرة للعاملين في الخارج من الحكومة المصرية مع بداية العام الجديد عام 2022 تقرر بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج اعتبارا من يناير المقبل وده اللي أعلنته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر صحفي عن تفاصيل البيان وشروط الاستفادة من نظام تأمين المعلن عنه تابعونا اعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج اعتبارا من 1 يناير 2022 وقالت ان هذا القرار جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج حيث تم التنصيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من 1 يناير عام 2022 أما عن النظام التأميني فقد تم الإعلان عن أبرز المعلومات الخاصة به وكيفية تطبيقها بدءا من العام الجديد وهي أولا يتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجموعة المصرية للتأمين على السفر 2 قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في أسنة يسدد القسط عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها تمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم يغطي التأمين حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعوضات المناسبة وتدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثامين إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للجمعية يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعية طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للجمعية في حالة الوفاة الطبعية تدفع المجموعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط يجب سرعة اختار مجموعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخه بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالواقعة لابد من إدلاء المشترك ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة البعد عن إخفاء أي بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين أو إلا سقطت حقوقه التأمينية كانت وزيرة الهجرة وقعت في سبتمبر الماضي للمرة الأولى مذكر التفاهم مع كل من رئيس هيئة الرقابة المالية وعلى الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقمين بالخارج من خلال توفير التخطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعوضات المناسبة يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج على أن تطبق لكافة العاملين والمقمين بالخارج وفقا للبيان اشتركوا في القناة